عبر سكان حي السلام عن امتعاضهم الشديد بسبب الوضعية الكاريتية التي آلت إليها شبكة الصرف الصحية بالحي وأوضح المواطنون بأن حيهم يغرقوا منذ سنوات في المياه الصرف الصحي بسبب تسرب وصعود المياه مما أدى إلى فيضان المياه على مستوى حيهم في ظل تجاهل الجهات المعنية لهذا الوضع الضغطية لكريم شنقتي هذا ما راح ما كتشوف فيها البحيرة اللي وراي هذه درتنا مشكلة هاليومين من قبل كانت تعبى غير حد المرطن تحت اليوم فاضت أراك تشوف لنا موساك تشوف ريحة كريهة كان الناس اللي مرضى بالربو كان موسين وصار مش يروح المدرسة مش يريدوا احترقها بنيها التحتية من البلاي راحي مش مليحة حتى التبينغ اللي دير منه راح ضعيف وضيق راح والله يعنينا وغشكينا وكتبنا وعيطنا اللي حد الساعة ما كان رب عام ونص وعامين نحن نشكو من المشكلة هالي من دا كل وقت يوعدوا فينا بلي راحين يبدلوها الجعبة هالي كل وين نمشوا لهم يقولك غدوا سمانة جايين بدلوها لازال وسبوع جايين بدلوها ليومين بدنا نجوكم بدلوها دخلينا الماء في الضيار طلع لنا الماء في الاطوالية في الديار في الوخر كار يتار أننا نعانوا من ناموس ناشد السلطات المحلية سيد الوالي سيد الرئيس البلدية يشوفوا انه حل هاد الكار ترجمة نانسي قنقر